مستاذة سامية تتفضل? مستاذة سامية تتفضل. مستاذة سامية معي انا? ايوة ايوة. تفضلي. السلام عليكم يا شايف. عليكم سامة ورحو اللي بركاته. عايزة اسأل حضرتك سؤالين معلش. اتفضلي. اه انا كنت ناس غلطوا فيها جامد قوي وبالغلط ويكلموا كلام يعني ويزعلوني مش فيها انهاء انهائي. طي. اه. فانا يعني ما كنت سامحتهم. فجي الحج تعب شوية وقال لي. الحج ده جوزك ولا والدك? سامحي. الحج ده جوزك ولا والدك? سامعني? ايوة الحج اللي تعب ده مين? جوزك ولا والدك? زوجي زوجي. طيب اتفضلي. قال لي سامحي سامحي سامحه وكان طيب فوق ما تتخير. وازوه برضو وقال لهم خلاص. قال لي سامحي وانا مش جواه رافض رافض. وبعدين? فبعد هو توسته فجيه لواحد في المناموه قال له قول لي الحج سامحي. فين السؤال? السؤال انا انا به جوى يعني مش مسامق. بعدتنهم بما جالي الشخص ده وقال له قال لي سامحي. قلتنهم انا مسامحك وبعدتنهم بنتم قلتنهم انا مسامحك وحلاص. طيب sj, سوال التاني بسرعة وصده عشان اللي هوا حافية سوال التاني. السؤال التاني زوجي يعني كان موجود وكده وكان مرتبه والفلوسي ودهبوا كل حالة باحتهالوا فكان في حطة أرض كده قلتوله اكتب لي قطعة منه فكتب لي فهذا ده حرام ان انا قلت له ولا حلال خلاص انا هجاوب حضرتك السؤال الاولاني لا انت مش معنى ان انت تسمح الناس ان لازم علاقة ترجع بيهم زي ما كانت لكن انت بتسمحيهم يعني تبريهم بداء عند الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا يقبل لكن انت لسه عندك وجع ولسه انت مش قادرة ترجع لهم زي ما كنت ده معنى ان انت سمحتي واتخدي وقت ان انت ترجعي لكن الاصل ان انت تغيري اللي في قلبك ده وتعلمي ان انت تلتمس العزر المسلم وهو ده التمام المسامح الامر التاني ان جوزك لو كتب لك حاجة على حياة عينه ده اسمه هبة وده جائز وليس فيه اي نوع من انوار همه سواء هو كتبهولك من نفسه او كتبهولك بطلب منك مدام ده تم توسيقه ونقلة الملكية بشكل صحيح اشتركوا في القناة